هو حد لموعد النهية إن شاء الله تكون الخمسة وفي التوقيت هذه إن شاء الله بعد العصر نيخذ أكثر من استفسار وانشغال سيدة المستمعين والمستمعات على موجات إذاعة الوطنية التونسية فما بلاغ ضياع من سي عبدالعزيز دريدي قال ضياعة ظرف أبيض يحتوي على هاتف جوال ونسخة من بطاقة تحمل هوية صاحب البلاغ رقم الهاتف هو 96 522 789 على كل من الجموش نعطيه النوع الهاتف الجوال ربما نعمل عمله عملية إشعارية نرجع لتليفوناتكم سيعة ليلة من الجسرين مرحبا بيك في لقاء الاستشارات العقارية تفضل الله يبرك فيك وعنيك يعيشك شكرا لك عندي إشكالية عقار اللي هو واسع الوالد الله يرحمه في شكل يعني مغارسة مع المعمر القبل عام 1956 حسب ما يروي الوالد الله يرحمه ويقول لنرض هذه وقتها يعني المعمر ايد وطائل على الناس كله وقوة قاهرة افتكها من الوالد وحب يخدمه وكل شيء وكذا وفي النخر خلاص والدي بقى يعني يعارك فيه يعارك فيه قالوا نعم لك مغارسة يعني تخذها بشكل مغارسة كانت العملية هكاكة وكل شيء مشاها والدي في الغالية هو هو هذا حسب الرواية كانوا يعني شكل مغارسة وكل شيء ولكن راه في النخر خلاص راه هو بش تبقى مكك يعني راه نحن المهم هذا هو كتب مغارسة سمحني سياسي علالة كتب مغارسة بموجب والتزم معناها المغارسة معناها باش باش يخدم الارض هذه لتدافع بالمغارسة معناها تدافع بالمغارسة تقاه يقول لك عندي عقار من نجم باش نختمه نعطيه الشخص باش يختمه يزرع زيتون كما يقولوا يتفقوا انت والاتفاق اللي يتفقوا عليه بعد مدة زمانية معينة عنده اطعام الزيتون مثلا يطعم يقسموك العقار هذا كل واحد يخو بايته بالضبط يبدو ان القتل المعمر الفرنسي هذا هو المالك العقار عمل كتب مغارسة مع ابوك هل هي رحمه هكو ولا واتفقوا باش يخدم الارض هذه واخذات الاستقلية لتونس والارض قاعد يتصرفها ابوك يعطيك صحة بالضبط هاي فهنا تو يعني حابين نعمل يعني مطلب تسوي وكل شي تسوي معاش كول هو العقار مسجلة مسجلة لا يظن مسجل المعمر يا تيترو يا تيترو ما لا وكتعرف بسينا نعطيك معلومة تيترو ويهت هذه وصفرية هما المجمع الفرنسيس هما كانوا أكثر ناس حارسين بشي سجلوا عقاراتهم اي لا مسجل كمسجل وليشنو سار حتى العقاري بقديمة متعو الى حدود 64 سنة 1964 صدر قانون 12 مائة 1964 سموه قانون تأميم الاراضي الفلاحية او ما يسمى بيه قانون الجلال الزراعي الدولة التونسية حلت محل المعمرين هذما واصبح العقار على الملك الدولة طو ما عادش الفرنسيسي منكو طو ما حتى أجري ما عادين منك عقار فلاحية في تونس اي اكيد الدولة حلت محلا بمقتدى قانون 64 اي 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 انتي طو قعدتك الكتب المغارسة اللي عندك اذاك اي التيتر ما زال باسم الدولة وانتو ما تتصرفوا فيه هكذا ولا هو جايد باسم المعمر لا لا المعمر شوف اذا كان ثبت انت في الرسم العقاري ما عاش تلقاه المعمر بالمقتدى القانون قلت لك كان القانون 1264 ما عادش حتى اي اجنب يملك عقار فلاحية في تونس الدولة فاكتها الدولة بالمقتدى القانون اصبح حلت الدولة محل لساهم حلت محل المعمر حكا ولا دولة ولا تيتل باسم الدولة بالضبط اي هنشير القسرين صارت فيه مشاكل كتقلت تاريخ تونس تبركلم ما لها الحمد لله ما لها اهلنا في القسرين الماجر والفراشيش ما لكثر الناس اللي ناظلوا ضد الاستعمار وكانت تعرف الانتفارة للفراشيش 1906 بقال لها صارت حكاية دي حكاية الهنشير هو من اخصب الاراضي في القسرين واستولوا عليه دون وجه حق وفي على كل شنو اشكالي بالضبط بسنا نحاول نساعدك فيها شان والله شوف التصرف شكون يتصرف تاوت شكون يتصرف يتصرف نحن نتصرف الورثة باب توفى الله بوك توفى ربي يرحمو لكن توما وصلتوا التصرف حكا ولا بالضبط ما قلقكم حد ما شغلكم حد ما لزاكم حد لا 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 ما شغلكم حد وتحب تسوي الوضعية متاعك وتاخو شهادة ملكية بالضبط باهي نفذتوه شي ناسك سوارد بوك اللي يرحمو ونفذها المغارسة ليا شنونك كيفش نفذها نفذها معناها ما كتعرف اذا كان انا فرنساوي عطيت لبوك لارض ذا لي بشي خدمها اي معناها خدمها لارض زراع زيتون اتراح حاجة ولا خليها بوه ولا كاك لا 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 تخدمها وزيتون وتمرك واضح واضح هكا هكا عندك ما يفيد اللي هي تخدمت على الأقل لا لا يخدم باي تاوت حب تسوي لها وضعيتها هادي القانونية بتضبط تعمل تعمل مطلب تحين في المحكمة العقارية اهي تاخو اتخرج اول حاجة تخرج تخلج تبشي تاخو نسخة من رسم العقاري نسخة من رسم العقاري تخرجها من دردر خانة دا القاسرين اهي نسخة من رسم العقاري احفظ المطلوب منك وتخرج شهادة ملكية شهادة ملكية شهادة ملكية معدو شهايلي يعطو هلك عندك حق تخذها قول من حبلها متاع التيتر لمو عندك النمر ولا males Weird عندي 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 الاصل الكونتراية الأصلية اصلا اللي موش على الكونترا التو الكونترا تو ان شاء الله تلقع فيها العدد الرسم العقاري ان شاء الله مدامي الكونترا يمحافظ علي في Und'm trying ان شاء الله تلقع عدد الرسم العقاري how did they'da ذاكة تمشي اخرجها نسخة من رسم العقاري تاخو شهادة ملكية بيش تعرف كما يعطو هنش ك別 وملكية المكية؟ ملك الدولة. من حق اي موات انتم سياق ويجادة ملكية. ما لها مش بالضرورة يحط مش بتقاشي اسم كنتي. بش تلقي اسم المعمر ثم حل محل ملك الدولة الخاص. اي وحق هنا وحق بابه وين هو. ها تنفسلك عاد وصبر شوي. وصبر على رزق اخونا على ليلة. قلتك تخارج الوراقة هذومة الوراقة المطلوبة شهدة ملكية ونسخة من الرسم العقاري والمثال الهندسي للرسم العقاري البيانو. تمشي الديوان قيس لراضي انتع القاسرين كيف تخرج المثال الهندسي. اي. وعندك الكتبة متاع المغارسة ولا. اي. باهي تمشي بها متكلف محامي خطر نيبة محامية وجوبية. في في مادة التحيين على معنى حكام الفاصل الاربعة جديد. اتقول وعمل لي مطلب تحيين في المحكمة العقارية. مطلب التحيين شنو تطلو فيه انتي. تطلو فيه تنصيص على وقوع مغارسة بالرسم العقاري. هذي المعني بالامر. بمقتذائك الكتبة متاع المغارسة اللي بيش تقدمه له. ولا بحاثوا اللي بيش تسبيه شهرها المحكمة. على خاطر توا. يا استحيل مانا عليك بيش ترسمه مباشرة. كتب. انا كنجي توا الاشكالية كنجي توا باسم المعمر العقار. توا نقول لك برا برا سب الكتبة متاع المغارسة وتسبه درخالة يترسم لك. اما المشكلة المعامر ما عاش يملك توا. دوت مبدأ التسلسل هذا يا. هو من اهم مبادئ الشهر العيني. مانا مش محترم. ماذاك عليش درد الخالة بيش ترفض لك. دوك من المسحسن مباشرة انتي تمشي تعمل مطلب تحيين في المعكمة العقارية. وجرال عمل في فقه غضاء المعكمة العقارية. اذا كانت بتنا كونه العقار على ماناها اراه في السابق قبل ما تسير اللي حالة لفات الدولة. اراه كان اقبل على ملك المعمر. والمعمر اذا يسبق له والتزم بماناها باك الكتب منتاع المغارسة. يتم تنسيمه كتب المغارسة اذيك منها وتحلوا انتوما محلك النصفك الملابم بتاع متاع الدولة اللي حلت خطأ. عليش? حتى القانون 1264. ينتبق على الاجانب مينتبقش على التوانسة. في حين هو معناها اشتر لكم انتوما واشتر للاجنبي. هاي? هكا ولا العقارة حسب كتب المغارسة اللي قدامك. اتفقتوا منها في سورة تنفيذ المغارسة كل واحد فيكم ياخو اشترر ماك العقارة ذاك. هاي هذي ذهر لي هاي هاي. هذا هو المغارسة ذيك هيش معها مغارسة. والمحكمة تقول تكلف محكمة تابعا بشتعمل اشارات مستوجبة. بشتشهر مطلب التحين فيه محكمة الناحية. وفي المعتمدية وفي الرسمة العقاري. ثم يتحالم يلف على على الجلسة. تتعاييلك جلسة. ويقع تكليف خبير في الفلاحة. للتوجه لعين العقارة ذا لمنها موضوع المطلب. ويتأكدوا اسكوا كلامك صحيح ولا غالط الخبير المنتدب هذا خبيه في الفلاحة يعرف الزيتون قد يش عمره يعرف هو بحكمه أنه خبيه في الفلاح يعرف الزيتون هذا منها مغروس من عام خمسي ولا من عام ستين باش تتأكدوا أنتم منها من تنفيذ كتب المغارسة هذا وروا يعني بانين فيها موجودين فيها حسب حتى مجيش يقول لك أن الحوز هو التصرف على حتى الفصل ثلاثة سبعة من المجيزة الحقانية يقول لك لا يمكن أن تمسك بالحوز مهما طالت مدته الحوز ما عنده حتى قيمة في العقار المسجد لكن المحكمة العقارية تأخذوا بين الاعتبار وتدل على الأقل على حسن نهيتكم أنتم في وجودكم في العقارة ذاك ثم وضع يد ثم استأثار منها بالعقار ومغروس عندكم كتب عندكم كتب مع المعمر اللي هو كتجبد أنت الرسم العقاري أنا شخصت لك أول حاجة شرطت عليك أنا قلت لك خرج لي نسخة من الرسم العقاري كي بيش تخرج نسخة من الرسم العقاري بيش تلقاها الأجنب إليه موجود روفي تيتر بيش تلقاها موجود اسمه في الرسم العقاري وبيش تلقاها عام 64 تمت إحارة العقارة ذا فيت ملك الدول الخاص بموقت ذا القانون متاع 1664 هوقت تسلسل المتاعك هنا واضح كيفيش نجر لكم العقار والمحكمة بما لديها من صلاحيات معناه لتسوية الوضعية العقارية العقارة ذا تأذن منها بترسيمك الكتب المغارسة ويتم منها إدراجكم في السجل العقاري وتأخذوا وقتها شهادة ملكية تجيب الحشت وفاة بتاع الوالدك حشت وفاة بتاع الوالدك والمضامين بتاع الورثة وبقية الوراق اللي يقول لك عليهم وتعمل مطلب تحين المحامي اللي بيشتمشي له يقول له أعمل لي مطلب تحين طول المحكمة تستدعى هي بتبيعة وتقولي الدولة مدامي العقار أصبح لأميك الدولة رأي المحكمة بصفة آلية المحكمة رأي هي التأذن بإدخال المكلف العام بنزاعة الدولة قصد إبداع موقفه من موضوع المطلب ما لها تود دخل مكلف العام ومكلف العام ربما بيشتتفجع من لول يقول لك لا نطلب رفض المطلب أنت بيشتتمسك عندك كتب مغارس الكتب هذاك تحافظ عليه في من دين أستاذ الله يرحم ولي يرحم ودينا وديك والله كثرت عليه الواحد هنا الحل على الحل بإذن الله سهل الحل سهل شوي وسع بال بركة وتوسع بالك وبإذن الله تتسوي الوضعي سامحني بالله بكل نطف نطف نطلب منك تعطينيش الرقم رقمك على نكلمك على الأقل خارج الحساء ولا حتى في الكواليس شنو المفهمتوش شنو المفهمتوش أرشدك تو والله لا والله تكلمة لولا نسيتها والكلب ثاني نسيتها وكلمة ثاني نسيتها بصراحة والله باهي لاسمة بكل نطف ما فم حتى إشكالية على حد في الكواليس كتو في الحسن سيعلالة بصدق نحكي لك سيعلالة حتى كان عندك انترنت هو على ذمتك صفحة تسجيل موجود ترجع بسما على خاطر على خاطر القسرين مش خاطر سيعلالة على خاطر القسرين والد القسرين والد القسرين طهنا عتيك تليفوني وتكلمني مثل ما حتى إشكالي عايشك علي خلي الله يرحم والدي يا حمدين أموديك أكيد سيجعفر يجبر بخاطر الناس الكلة الناس الكلة على ذمتها ذمت سيد الرئيس وإن شاء الله في ميزان حسنة وسيحسن بعد ما ختمنا مع السيعة الليلة المدخل المولي حسن من تونس مرحبا مرحبا أهلا وسهلا بيك يخليك ويفضلك مرحبا عايشك السلام سيد الرئيس عايشك سيد الرئيس أنا من ذويج حيث ذويجات الخصوصية من عام 2009 ربي نيب وعطونا دار في عمر المختار بي اي وعطونا عقد مكتوب فيه حكمانا مكفوف مكتوب بالكبير وضع عقد على الذم وضع محل على الذم عاد وضع محل على الذم محل على الذم ظهر محل 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 فهمني فيه بنت اللي صالحنا نحن اللي هو شنو يعني تسجلوا في القباضة مم تحديدا لبريس كان أول واحد سجلته في القباضة ممتاز مم لكن كيف مشيت دفت الخانة مثل نشجلوا مم قولي ما سجلش لاني وضع على الذم الدولة من عرش لا لا ما تخافش يا سي حسن نطملك ساعة لكل هو تيتر باسم الدولة بكل تبعني من يه والدولة كلفة ديوان قيص لالي والمسح العقاري بإعداد الأمثلة النهائية مازال في تار التقسيم بيش 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 تخرج كالديار كل واحد و البيان و كي تكمل البيان الكل سنوات عملية التقسيم يصبوك الأمثل هذه يصبوها في إدارة الملكية العقارية بيش يولي معناها كل دار فيها رسم عقاري وقتها تنجم وتبر مكتب تكميلي مع الدولة وتصبك الكتب التكميلي في دفد الخان دفد الخان لا تعرف ما تعرف كم شي تعرف كين الملكة الوحيدة هي الدولة أنت تملك عندك العقد إذا كيملكك إذا كالسند متع ملكية معناها مكشمة غير الرجل أنت على وجه الفضل حتى حد ما مسكلك على وجه الفضل هذه الدار القانوني دارك أنت والعقد سبب من أسباب انتقال الملكية على مالح كيمة الفصل 22 مجلد الحقانية اللي يقول تكتسب الملكية بخمسة أسباب العقد الميراث الالتساق مفعول القانون والتقادم المكسب الملكية أنت بالنسبة لك أنت مدامي عندك عقد قانوني وتم إبرام وتبقى للسيغ القانونية وسجلت في القباض المالية فأنت مالك أنت بركة تستنى أنت توا في التقسيم النيائي حتى اللي يتم ثم تبرم معهم كتب تكميلي وبعد تعمل كتب تكميلي وقت تقرز كشهادة الملكية فأنت لا تقلق بكت الملكية ثابت فقط بركة حرص ربما ما هيك وصل صوتك اللي يذع نذكر ونعود يا أخو تقسيم من تعمر المختار لدي الناس ما لها على عطاتهم الدولة ما لها لها ظروف الظروف ما لها بساعة وقال لك من دويل حاجة حتياجات الخصوصية ما لها ضرير ميراش وعنده ما لها يمشي لدارات ويتسل ويتعب يا أخو ووصل شوته اللي ذاع الوطنية إن شاء الله ديوان قيسر يسمع فينا المسالة ديوان قيسر يشرع في عامية التقسيم وما لها أقل الناس تسوي وضعيتها حتى ما تعرف إشتوا وأنا قتلوا مالك سيفري يقول لك أخوي على موت الاحيات رب يطول في هفاس وإن شاء الله نحب نشوف شهادة ملكية تحت وقت نطمئ ما دائما أخذت شهادة ملكية يقول يباقي مش مطمئن هكو ألا سيحسن سيحسن ربما علق إن شاء الله وقضي محكمة تعقيب ونق رئيس مركز تونس القانون العقاري والتعمير دائما المعلومة السلسة المعلومة والمنح الصحيح اللي ما فيه إشكاليات اللي دائما نوصل فيها أصواتكم على المباشر دائما كل أربعة إن شاء الله حتى في الشبكة الصيفية البرنيمج قعد بالأربعة متلثة الخمسة كل أسبوع لذمتكم في ساعة زمنية للقضاء العقاري وسواعة ثانية للقضاء المدني والتجاري مكلمة أخرى على خط برنامج اللي داع الوطني على الوحدة سبعين ثمانية واربع واربعين أربعمية واربع زيدة رسائلكم توصلنا على فيسبوك بوان كوم سلاش غاديو ناسيونال تونسين في المباشر ونقرأ ورسائلكم المكتوبة خنالي ذال مدخل الموالي في المباشر مرحبه أهلا وسهلا مبارك الله بك مرحبه بالسيد ريس مرحبه يا سريذا مرحبه بك نسمع وشكاليتك يا سريذا باش بعد نعطيكو الحلول اللي تتوخاها منين يا ريذا من من تونس نتكلم وشكاليتك تعالعقار تونس لا شكاليتي العقار وليت سليانا سليان واضح واضح تفضل تفضل سيجافر أنا عندي مماتي الله يرحمها الله يرحمها اخذت عقارها اخذت قطع وقتل يتحل حبس عام 57 57 اي 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 اعطوها معناها الشيط تتحوز اعطوها الشيط تتحوز في 16 نكتار بي اي بالحدود معناها اي محدد وكوشي امريكي ولا فمني اه جاء المسح في الفين و و الفين و ستة و ستة و سبعة في سليان لا يخدم المسح اي والا المسح في 2006 معناها العملية طوائنا قدامي معناها الوثائق العملية بين باجا وسليانا والكيف هي هوني معناها ذاعة الحكاية انت بي ان شاء الله ما نذيعش الحق هو العقار سمحني العقار بين ثلاثة ولايات لا ماهوش بين ثلاثة ولايات هو كان معناها هو الواحد من اللول ولاية باجا تصفية وقعت في ولاية باجا تصفية ولاية باجا باعتبار وقتا سليانا مش موجودة ولا ما نعرف هل تتبع سليانا اي لا لا اي سلوالات سليانا ما عاش وقتاش تم احداثها في بالي مقتا عام سبع وخمسين لأمر اللي بيموج ومانا تم احداث من احداث الولايات في بالي وقتها الكريب في الكريب والكريب تابع الكيف كانت تول تتابع سليانا على كل اي على كل معناها طوهي عندها معناها في الشيط الحوز اختالها من الشيط الحوز اعطيني المسح الجبالي شعطا اعطيني اختالي من الحوز المسح اعطاها تسعة اكتارات تسعة اكتارات وسبعمية سجل همل هذي هذوم اللي تسجلوا لها تسجلوا فضل ما عند الله بقيت لاردويني طو حكيت سبعة اكتارات كيك بالضبط هذي هذي عليش طوانا سيجافر معناها حبيت نشوفها معناها خطر احيي لعل الحساب غالت انتم خطر الحساب قبل مش كم الحساب الحساب قبل يقول لك عندي ستوشنكتار كي جيت حسابها انتي طو بالوسائل القيس الحديثة القيس للادي لو يخلجها بالسانتي معناها ينجم يكون هما غالطين قبل يقولوا ستوشنكتار وهم في الحقيقة تقام تسعة اكتارات لا هي القطع حسب الحدود معناها حسب الحدود اللي عاملها معناها المصفي المصفي حطر طو وقت هي كانت تحبس تسمعني كانت تحبس جاء القانون جاء القانون عام 57 وألغى نظام الأحباس معاها تشمح بأحباس لكن أحدث هذا الغرض أحدث لجان اسموهم لجان جهوية في كل ولاية تلقى لجنة لتصفية لتصفية الحباس الحباس الخاصة والمشترك اللجانة هذه يترأسها سيد الوالي وفيها قاضي وفيها ممثل عن زارة الفلاحة ممثل عن زارة ممثل عن زارة ملكة الدولة ممثل هذه حب يقول لجنة كاملة اللجنة هذه بدأت تخدم في بداية الستينات وتم حل العديد من الأحباس من بينهم الحباس لتحكين عن أنت يحلوا الحباس يتم تسمية مصفي لإدارة شؤون للك الحباس يكلفوه المصفي بحاجة قسمة ما يمكن قسمته إذا كان حاجة تقسم يقسموها ولا بيع ما يمكنه بيعه هو يبدو أنه مشال لتار القسمة عطاها مش هتتحاوز وقسم بينات من كل واحد اخذاء قطعة جاءت أعطاها قطعة فيها 16 كتار تعرفوها أنتو ما نرض ولا ما تعرفوه أي نعرفها اللي تسجلت ولا ثم أرض تعرفوه ما تسجلتش هي الكلها تسجلت المنتقل كلها تسجلت معناها البرتيب كلها تسجلت لكن معناها وقاع معناها خطر أخنا مشنا حاضرين سمحني عندكم البلانت تسجلت ولا فاهمي مثال هندسي من دماء قاس لراضي هكا ولا لا تسجلت طو فيها معناها فاها بيانو تناجم تزيز خبير وتقولوا وريني لحدود متع الارضة تولي هي لحدود سهلة معناها خطر عندكم بيانو بشواريك لحجر فين متع المحكم العقارية لحدود بضربت وين بضربت هذه تناجم مني انتبدأ وين توفى وين تبدأ وين توفى لا واضحة في جاب ما ليشوه لاشكالي انت انا توان لو ويزك عن نقص قتلك انا ربما ثم لبوتازلولانية يناجم يكون خطأ في ذكر المساح تناجم هي تسعة كتارات مرور ربما تسعة كتارات هما ذكروا لي ستاش ومن خطأ ووالد الخطأ خطأ يورد معتبار عام ستة وخمسين مثل مايش وسائل قيس الحديثة ناس قيس بالمتر وقبلوا بالخطوة بالفحجة توقفت بالسانت بالملي بالجي بي اس وبالوهاد يقول لك بالضبط قادش مساح قلت لك هذي لبوتازلولانية تناجم أنتم كنتوا غالطين في المساح لبوتازل الثانية انت مدامي تعرفها الأرض واذا كان ما لها على عين المكان تقول لي لا هذه ما سجلت الناش وهي امتعنا وقتها الناش نقول لك شنو تعمل واذا كانت اذا كانت سجلت باسم الغير سمح لي مدامي الكداستر يدخل وسجل العقارات الكل هكا المنطقة كاملة يسجل بالسكتور بالسكتور بالمناطق إذا كانت سجلت مثلا كما نقول باسم بسمة درباني مثلا بسراحة ما حبش نفجعك برش سيري ذا تسجلت ويدعمي كهو كما كنت نحكيله لسيد قبلك في بداية الحصة عندك شهرين ستين يوم بس تطعن فك الحكم هكذا تطعن بالتعقيب تطعن بالتعقيب تقول لا رو تسجلت لأرض متعينة عند بسمة إذا كانت عديه ستين يوم والحكم يأسمح بات ما عاش عندك حق ترجع عندي على العقار لذاك فهم دي تسجل تسجل كهو الفصل تنبي 37 يقول لك كل شخص انت ضررت حقوقه من حكم سادر بالتجيل ليس لهو أن يرجع مدنيه في غرم الضرر مدنيه في غرم الضرر مدنيه في غرم الضرر مدنيه 7 اكتارات اللي ناقص هذيك حتى في الحال هذه حتى في الحال متع الفصل 37 المشارعة ما خليش مسيبة هكيكة مش مقدر تحكي راسك تقول يا لي مش نعمل القضية عندك الفصل 400 و3 مش تزمية العقود يقول لك الدعوة تسقط في ظرف خمستاش سناء انتي يزمك طال عباهي برك باهي الممتاز هكي 2007 حكم التسجيل في 2007 حكم التسجيل في 2007 جويلي 2007 معناها 2007 لتو قداش مزال أكثر من 15 سناء أكثر 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 من 15 سناء 24 سناء 14 سناء تناجم تعمل دوة ومدني مزال وخمستاش سناء مزال ما تعدى وشه والقانون يقول لك يزمك على الأقل ثم شغب ثم واحد الحمدول لما زل ما تعدى الواحد اسمعني تمشي تعمل قاضية مدنية أول حاجة تطلح على الأرض يزمك تطلح تقول لي كيفش النجم تطلح تمشي الديوين قيسل أول خطوة تعملها تمشي الديوين قيسل 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 وتجبد ليبيان ويت امتيعكم انتم والأرض امتيعكم اللي فيها تسعة كتارات وتشوف اللرض اللي بيجنب هذي تتعبالها هنت امتيعكم قيسل 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 قل اعطيني التيترو امتيح هذه قديش رقم التيترو امتيح باش تعرفها باسم شكول تسجلت تمشي تخرج نسخة من الحكم من المحكم العقالية اللي تسجلت باسمه وتخرج من الليبيان ومتيحهم من قيسل رادي وتخرج الشهادة الملكية ومتيحهم هما وتكلف محامي يقول وعمل لي قضية مدنية في غلما الضرر ضد الناس هذوم يتخاف انت في الاثناء تقول لي سي جافر هل عملت قضية مدنية ونخصن فيها واني قلت لي عندي حق فما تزيل متعدد وش كمز السناء نجم نوصل لحق معه وكي يبيح هايو في الاثناء ويدخل لي غير حسن النية هو بايح الشخص الزيد الزيدي تقول لي ما عندك حق طالب انت انت تجنب هذا النوع من النفوش قلت ننصح بمجرد نشرك قضية مدنية قول المحايم تاك يعمل لك قيد احتياتي قيد احتياتي في الرسم العقاري اللي بيش تعمل بيه قضية سيد اللي يشتر فيه بايش على الرقل تضمن بيش تبلوك تيتر انت لعادي بيع ولا شري العادي رهن تنجم انت رؤون محكمة تحكم لك تحكم لك بالتعويض مبلغ مالي تنجم تعمل بيه عقلة لك العقار وتسترجع في اطار عقلة دولي ملك لكن ميكانيزم اخر مش ميكانيزم تعال تعقيب من خلال اجراء عقلة تعمل انظار مقام عقلة عقلية وتسترجع العقال ولي ملك اما على شرط تكون حميد انسان داخل الحرب يزم يحمي ظهر ومن تالي انت داخل تعمل القضية تطول ابتدائي وستيليف وتعقيب في الاثنين تحمي ظهرك تنشر القضية التي تعملها وتعمل اذن على عريضة من سيد رئيس المحكم الابتدائية الكائن بدلتها العقار معناها في سريان رئيس المحكم بتاع سريان يأذن لك تجري قيد احتيات تصبوا في ضب درخانة باش التيتر لذاك لعادي تبيع لعادي تشريع لعادي ترهان باش تنجم انت نهرت لتربح قضية تنجم تلعقال تسلط علي عقل وتسترجع شكرا على ذمتك في اي استفسار اخر مشكور جدا مستمع وفية نجلة تقول مشكورة جدا تابع في الحصة وقالت حصة ممتازة فتحي مختار يقول عندي مشكل في ملك الجانب دار في باب الخضر عاد مقتذبل معطيتناش بعض من المؤيدات ولا معرش هو بسفة عامة ملك الأجانب في تونس باركال روحان ألاف الأملاك لم تتمش تصفيتها ثم البعض منها فوق الأربع ألاف من عقار تم تسويت وضعيته وما زالون حكاية 1200 عقار ما زال في إطار التسوية أغلب العقارات تم تسويتها في منزل بورقيبة وفي بنزارة وفي تونس هنا في لفاياته الأجانب تعرف كانوا يملكوا في تونس هنا العديد من المساكن راجع للأجانب قلنا الدولة التونسية بمقتدر القانون متاع 12 ميه 1964 الدولة استرجعت العقارات متاع الأجانب العقارات الفلاحية كل ولو ملك الدولة التونسية متبع بقى العقارات لذي الفلاحية الفلاحية مع الناس فهم مشكلية متاع السكنة متاع السكنة هو الفهم مشكلية اللي كانوا عقار مسجل طبعا يبقى ديما ملك الأجنبي لليوم الغدوة ونبعد غدوة رغم حتى وفيت وإلا رجوع البلد الأسلي صحي تقول لي بس ما يا رسول الله هذون الناس استعمرونا وواخدنا استقلالنا ولطوي يملكوا لي بخطر سجل للعقاري عليش ديما ننصحوا نحنا في الوخيان باش يرسموا وضعياتهم أنا هو سجل العقاري يحمي نس كل أجنبي ولا مش أجنبي مهم ملك اسمه موجود حد ما ينجي من حيه اسمه يقض مئتين سنة لليمئتين سنة اسمه هذا يسموه مبدأ المفعول الحفظي للترسيب حقه محفوظ الأجنبي ايش نو يعمل يقول لي يحب يسوي الوضعيته هاد ديالة هذومة خذيتهم الدولة ونسيئة مالها لسفيتار اتفاقية مع فرنسا مع إيطالي ثم رسائل متبادلة وكلفة سنيت بإدارة شؤونها الدولة لم تنجمش تدير شؤون العقارات هذه الكل حتى ثم الناس ساكنين الوكال العقارية للسكنة لا لا موش الوكال سنيت شركة تونسية العقارية بلاد تونسي ثم الناس هذومة ساكنين فيها مكارين وكارين تقدم وعندهم حق البقاء ملنجمش الدولة تخرجهم هكو يخلصوا في الكروات عن طريق سنيت وقعدين سنيت ثم إدارة في سنيت اسمها إدارة ملك الأجانب موجودة الإدارة لليوم موجودة نحييوا بالمناسبة لخيان يقول في سنيت اللي قعدين يقوموا بمجهودة كبيرة كما قلنا هروا يسووا العديد من الملفات لش كالية بصراحة أنا كانت لجلسات عملة في العديد المناسبات مع لخيان نظمها في سنيت لش كالية يقول لك الخبير نهبته نحن تهبته الدولة باش يقدر قيمة العقار باش نسوله وضعيته المواطن المواطن من الحقه يقول لك يخوي زيني من الكروات أنا معادي سنيت كرياتي رأي بزفران كرام مش معنا تسمع كروات مالها حاجة كبيرة يقول لك الحمد يخوي شهادة ملكية سنيت قلوبه مستعدة يجل نفوت لك فيها العقار المشكلة في الدولة كيتكلف في خبير يقدروا العقار غالي ياسر سوم بتبيع المواطن ما يساعدوش واللي يهرب سنيت بيدوا فاهمين المسألة ذي لحالة هذا النوع من الملفات يخوي حتى لا يشتكي ذئب ولا يشتكي الرأعي نحن ماذا بنا الدولة بيش تسوي الوضعيات ذي كل سواء وزارة النكالدولة وكل سواء سنيت بيش يحركوا الملفات الضومة هم قاعدوش برش قاعدوا حكاية 2220 قد لك ماسك منها بيش يسوي لهم وضعيات يخوي نقصوا في الثمن أول حاجة الديارة ضمر يحكي لها باب الخضر أكيد في عمالة أي لا للسقوط لا للسقوط يعني عنا أخت بس ما من حبش نفجعك عنا أكثر من 500 عمالة في تونس أي لا للسقوط ويهدوا معناها حقيقة في صحة المتساكنين يجي نهار ويتيحوا ديارة ضمر ولا الدولة استفادت منهم ولا المواطن ولا المواطن استفاد أول حاجة بكل لطف ندعيهم معناها مسالحة سنية وخاصة معناها لدارة الملكة الجينة بيش تسرع معناها في التصويت الوضعية متعلنها ضمر وثاني حاجة أول فصل العشرة من القانون 11 أفريل 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل مسح العام الفصل لذي أعطاء إمكانية للدولة بيش تنتزحهم من أجل المسح العام ومعناها وتعاود تبنيهم وعندهم أولوية في النساء الضومة اللي كانوا ساكنين في شيرة لكن لننصحوا المستمع الكريم هو معتناش اللي بتضبط شنو معتناش للمؤيدات لننصحوه بشيخ والمعلومة السيحة يتصل بالسنيت إدارة إدارة السنيت في المعنار موجودة مالها وقامت بدور ريادي واجتماعي كبير يس وقعد سكنت الفقراء والمتوسطين وحتى الأغنية للأسف تود دورة ذا ودخلت علي ساعة تدلوم من أجمعت السنيت يا رسول الله تقول نحن زواولة ويبنيهم السوسيال يا رسول الله الاجتماعي طو يبنيهم أغلب البنايات لكل اقتصادي واقتصادي طعر فوق المتين مليون الغالي غالي لا تقدر تونسي بشي شري دار بنتين المليون على قل نخدم سوسيال وشوي مرة اقتصادي تخليت دورها سنيت اللي هو الدور الاجتماعي كانت قبل لأن نذكر والله ينمش طو شعب تونسي كل أول زويل مع تش خذ بشي بني فلسفة كاملة هي حق سنيت إذا ما تبدل سياسة الاجتماع مداحة تقول لك أنا كان نخدم الاجتماع فقط نفلس وذلك هو معقول تخطر كل شيء غلافي تلوج عن ربح هي سنيت كانت تقبل تاخذ في الارض بلاش مع عند الدولة في نتاق سياسة متاع الدولة كانت تحب تسكن العبات اليوم سنيت ولا تشري مع الدولة وبالتبيعة تشري مع الدولة وتشري في الحديد وتشري في الواحد وتعرف أنت غلا الأسعار اليوم البرح 28 دينار معناها أقل المسكن تتكلف 200 دينار في دينار مكلف مكلف وبهض جدا شكرا زيد الفتحي مخلوف يقول عملية تحيل من الملك الحالي لكن لمعطيت بعض المؤيدات نجم في رسالة قادمة تكتب هلنا الجمعة جاية نختم مع آخر مكلمة سيمي مرحبا أهلا سيمي مرحبا منين تكلم ناس الله يخليك شكرا لكم على الوفي صحيح واكثر من 50% إن شاء الله تبقوا في يعيشك فاطمة وهايثم وشيكر ولا سيد الرئيس جعف الرابعة يعيشك يفضلك معي نسمع وشكالتك أي لما جاش القانون في الدولة دي تفرعت وتفتت كل حاجة لما زلنا ماشي بالقانون والحمد الله ويرجع يطبق القانون في العديد من المجالات إن شاء الله يرجع يطبق القانون ويعطي كل واحد حقه في الدنيا لو كنا طبقنا القانون مثلا على المتسيبين في الكورونا رانا لباس ما وصلنا لحالات هذه والحالات الوفيات إن شاء الله ربي يلطب إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله لإشكالية العقارية متاعك سيسامي أختي يا عزيزة أنا من المعتمدية يقول لا معتمدية التيبار كنتما به أكيد وللي تبيج جعل بالله يوسع بالك معي شوية سيد الرئيس يا حمد. انا موسع بالي. موسع بالي. ايه. يا عيش. اه المعطن دي اتبارة دي نحن جاينا فيه منطقة. المنطقة دي تابع المعطن دية. باي? منطقة اسمها منطقة الفره دية. اه? منطقة الفره دية دي تابع معطن دي اتبار. واضح واضح. اه نحن نكتب شريك اه ما اتعرف نخلص اعمال حرة واحد جتما نقول ان العمال الحرة دية ما تخلش. غبطنا لتوني جاني نخلص ناحية والنهار. وسكن ناحية في تونس وكل شاي. الحمد الله. باه. الحمد الله يا رحم موديك. الكوككوني نسكني وقاعدة في المنطقة وبتالي تابع معطن دي اتبار. امم. واحد يقوله تابع بابا ساد. الاخر يقوله تابع الدولة. امم. امم كانت نسكني اه كانت كانت كانوا يحصلوا كريه هنا بالعام. العام بمائة وعشرين دينار. الدار اللي سكن فيها او الارض? لا 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 لارض. لارض دي دولة كانت دولة كانت دولة كانت دولة كانت تقبل ملكة جانب كانت ملكة البباسات صحيح يعرفها السياجة كانت ملكة البباسات لكن من مقتضى القانون متعارب عستين الدولة حلت محل الأجانب نكمل لك سيد الرئيس ولا التكريفات للمتساكنين غاديك على الأساس بجي حافظوا عصب غالفلاحية من وقت سيد الرئيس هادنا أول عم كنتك تخلصوا في العام بمية وعشرين دينار جاء عام كنتك بطنة جاء عام الدولة هزي داعينا قدنا ما عاش تخلصوا لكن ما عطناش هذا مكيه وعطناش الأشياء التفويت تصرفوك هاو بطنة تفويتها. sergey وشك بطنة جيدة هاو كيك لم تفويتكم ولكن ليس فقط على الأشياء turbo ��ه الغياب. قديش عندكم تستغلوا فيها الارض هذية. اه قربة عشر سيارك. المهم. المهم طوى يتصرفوا وحدهم. ولا دعمكم هم اللي يتصرفوا اه? يجي الوقت يحكي معهم. قالوا كي انت ما عملتوا قسمة. عليش ما يشاورتوني اش نحن نحذرنا وكل شيء. ولا ادعمكم اه? اه قلوا قلوا هذية تعطيني يحبر الداركة. وقلوا اخي انت انتاق. قالوا لا انت انتاق عندك شهد مكينة. انت لا عندك شهد مكينة. يا بعد دولة لا انت دعمك يا سياركت. اي كيفاش يتصرف سيد الرئيس سياركت. والمقاسما اللي عملوها ما عنده حتى قيمة قانونية. بتش مفاصلك. هو على الرذيكة تليد دي جاتيت لباسم الدولة. لا. اه? اه؟ اه؟ ادي فرصة بش اللي تحصلت عليك. ربي يسر ربي يسر. حاجة وحاجة فوصلها اكثر حاجة صغيرة. ثم جبل. مم. في غابات نكون احنا زاروا وكالتوس. اي اي. تستغلوا فيه زيادة. اه اعلمت الادارة الغابات. المشكلة انا نقول لك بصراحة يا راس. مم. وتجم انت توصل نداة. من الادارة للوطنية. مم. الجبل لغاية. فيه عساسة الغابات. استنكروا ما حابش يعلموا عن ناس هذه. مم. لحرقة الجبل. ايه. صور الجبل تحرق. واللي الغابات عام لعوان حراسة بشي امنوا. آآ للجبالة دية. اه. من صنوبر من 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 ذرو وغيره. اه. ثم ثروة 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 غابية. ثروة غابية كبيرة. ملك المجموعة الوطنية. مم. يعطي تم حرق الجبلة غاية. اه. انا اصولت علمت اللي دار الجوية تعال الغابات. علمتها بالموضوع غاية. وبعدت لها مكتوب. ولي من مجيبة. اه. اه. لحياة قلت لما لو جبل تم حرق. اه. اه. واكتعرف انت اه. ما خالفه. وقعت في واد الزين. اول. صحيح. ها اشي. وقفهم كيفاش. هذه وقعت كما حاليت. وما تحركتش في بات. وغابية. وما قدت حتى قرار بموضوع لي. موضح صوتكو. صلي يا سيما. اه. يا 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 حبات نسلك من ناحية قانونية. اه. نجم ناحية. هو بالنسبة الكاتب المقاسمة اللي عملوه. ما عنده حتى قيمة قانونية باعتبار ما هو مش ملكي المتسوغ يبقى ديما متسوغ والمالك يبقى ديما مالك هو العقار طوى على اسم عقار يلمك الدولة التونسية كي جي تقسم انت يغلين المقاس ماش نوقع معندها حتى قيمة قانونية عليش كي ما قدلك لا يجوز لي احدا ان يعطي لي غيره اكثر من نفسي من الحقوق قانونيا بالنسبة لك انت تصرف اليوم وغدوة واذا كان منعوك تنجم تشكي بهم على اساس مناها انت عندك شد تصرفة لك على قد تصرف انت ماك شد عين ملكية انت واذا تحب امور القانونية مئة في المئة تعمل بهم قضية يعمل لها مش قضية يعمل مطلب يعمل مطلب الوزارة الملكة الدولة والشؤول العقارية تحت اشراف الادارة الجهوية لملكة الدولة والشؤول العقارية بباجة تعتهم اسم العقار وعدد الرسم العقاري واذا هذا التصرف تعتهم انت عندك يخوين الحبن اخو ما عندكم عقد كراها على الاقل تبدأ اموري قانونية قانونية باش عندي الصفة على الاقل ميمنعي حد غديك فنم كنمشي قديك حرقان اجبلها سيد الرئيس حرقان اجبلها جهري ميلا عقب عليها القانون انت لا عليك عملتوا اعملتوا اعلمت السلات المحلية وان شاء الله يبدوا اسمع فينا ان شاء الله بيش تحركوا ملك المجموع الوطني ماضيا وحاضرا ومستقبلا ثم ثروة غابية كبيرة ثم جرغت بسمة ما ثم كان في تونس ما ثم ايش بلاد اخرى في العالم للاسف ثروة تقولي انت ثروة وطنية يعقوا فيه بشي قائس تغلاله في الفلاحة هكا ولا بش يحرثوا بش يبنيوا فيها بش يستغلوا الحاجات اخرى استيلاء غير قانوني يعقب عليها ابارة هو جريمة يعقب عليها القانون منها تعرضهم للعديد العقوبات الاخرى ان شاء الله يكون سوتو سوصل شكرا للي وصلتوا سوتكم عن طريق الاذاعة الوطنية نهيوا حصتنا على امل لقيقة بكم الاسبوع القادم شكرا لسيدة القاضي جعفر ربعاوي فاطمة العبار هيثم والناس شكرا بمبلياسم وهذه تحيات بس ما ادر بالي الاسبوع القادم لنا موعد متجدد على موجة لذاعة الوطنية